تاني من معلم هاني من ملوفية برضا سيد اه 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 تفضل المعلم سلام عليك يا موالد قبل ذلك سيدنا عمي سلام عليك اهلا اهلا معلم زيك قبل ذلك سيدنا عمي نشكر ربما طيب اهلا بيك كل سلام انت طيب ليفتك حضرتك بخير اهلا بيك قد تعالى استرسى بس هو من اللي وضع المجمع المقدس في القداش اوكي دي حاجة اللي نقطة تاني ان المجمع فيه ناس بتضيف الشهاداء هل ينفع يدفعوا مع المجمع شكرا يا حبي هو الوضع القدسات والتسابيح هو بدأت من ايام الرسل ومنصوص في سفر الاعمال ازاي كانوا بيروحوا في وقت الساعة السواعي اه وكانوا بيصلوا في العلية وحل الروح القدس في الساعة الثالثة يعني وقت الصلاة مثبت احداث معينة حصلت في هذه السواعي فلا شك انه الصلوات والعبادات وما يقدمه الانسان بعمل الروح القدس زي ما قلنا وارادة الهية لخلاص الانسان يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون فارادة الهية واستعداد من الانسان وعمل الهي وعمل انساني ايضا فمهم جدا ان الانسان يكون اثبت اراديا ان له ارادة ان يعيش مع ربنا الله لا يفرد نفسه على احد اما عن فكرة الشهدة احنا بنقولهم جملة والمجانب القدسة من ايام الرسل الى الان هم اللي قدموا لنا الادسات صعيح منسوب لاشخاص زي الادس الباسيلي القديس باسيليوس الكبير والقديس غرغوريوس الناطق بالالهيات الادس الغرغوري والقديس ماري ماركوس اللي جاب لنا الادس الكيرولوسي اللي القديس كيرولوس عمل فيه اضافات او تعديلات التلات قدسات بتوعنا منسوبين لابا القديسين بطاركة وده يوري ان ما فيش حاجة عملت ابدا في نصوص كنسية ها الا من خلال الكنيسة ومن خلال المجامع المقدسة عشان كده بنقول دايما ان كنستنا كنيسة مجمعية المجمع يقرر والمجمع يضيف والمجمع يعني مثلا من كم سنة ايام مسلسة الرحمة البابا شنودة التالت ربنا يناح نفسه وينفعنا اضافنا كلمة الهواء لقشية المسافرين يعني برضو لان اللي في الهواء محتاجين ما هون دول المسافرين طبعا فعلى هذا المثال بقى يعني ما فيش حاجة بتتعمل في الكنيسة فردية اي مش من حق اي حد يضيف على المجمع ونحن نرفض العمل الفردي ايا كان مصدر لكن دايما العمل الجماعي مجمع مجمع الكنيسة مجمع المجمع المقدس بنسميه كده يعني اللي هو مجموع الاباء الاعضاء راح القدس بيتكلم على فن المجمع طبعا طبعا سيدنا في سؤال تاني